موسيقى أرمي إننا الآن في شهر عظيم مبارك شهر الصيام والقيام واتلاوة القرآن شهر الإحسان والصدقات حديثنا لليوم حول الزكاة سيكون مع معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايل مساء الخير دكتور وكل عام وأنت بألف خير حياكم الله وكل عام وأنتم جميعا بألف خير إن شاء الله وكل بلاد العالم الإسلامي بألف خير بين الله عز وجل نعم يعني معاليك بداية نتحدث عن صندوق الزكاة وأيضا نتحدث عن مهامه أعماله وأيضا كيف يعمل هذا الصندوق خصوصا في شهر رمضان المبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا لك أخي الكريم واسمح لأقول لك صندوق الزكاة في هذا البلد يعمل في مظلة قانونية يعمل في إطار قانون الزكاة رقم 8 لسنة 1988 سيد صندوق الزكاة يدير مجلس إدارة يتأولف من مجموعة من الأشخاص يرأس مجلس الإدارة في هذا الصندوق وزير الأوقاف بحكم وظيفته والصندوق يمارس عمله من خلال مجموعة من النشاطات اسمح لي أشير إلى قضية أساسية في هذا الصندوق هي أن جميع مرتبات الصندوق ومصاريف الصندوق النقدية هي من الموازنة العامة تدفع من موازنة وزارة الأوقاف والتي هي من الموازنة العامة للدولة الأردنية وكل ما يأتي زكاة وكل ما يتبرع زكاة لهذا الصندوق هو يذهب إلى الفقراء والمساكين ضمن البرامج التي يعدها صندوق الزكاة لهذا الأمر هناك مجموعة من البرامج صندوق الزكاة يعمل بها هناك رواتب للعائلات الفقيرة يقدم الصندوق ضمن دراسة معينة الآن يتقاضى من الصندوق أكثر من خمسة ألاف أسرة تتقاضى رواتب من هذا الصندوق هناك كفلات عيتام أيضا أكثر من ثلاثة ألاف يتيم يتقاضى رواتب أيضا من هذا الصندوق هناك عدة مشاريع أيضا ينفذها الصندوق المشروع الأهم أعتقد الذي يقوم الصندوق بتنفيذه في هذه الأيام أن الصندوق يعمل مشاريع لكثير من الناس العاطلين عن العمل بحيث يستطيع الإنسان أن ينقل نفسه من حالة الفقر إلى أن يكون هذا الإنسان منتج هو بعد ذلك يدفع الزكاة هذه المشاريع تنوعت حسب طبيعة الإنسان أين يعيش ممكن يفتح لهذا الإنسان بقالة ممكن يفتح له مكتبة يمكن مجموعة من الأغنام يقوم بتربيتها حتى وصلت إلى قارب صيد لأحد الأخوة في منطقة العقبة ضمن البرامج المتنوعة على الصندوق والصندوق يقدم تمويل كامل لهؤلاء الأشخاص على سبيل المنح كزكاة أموال وليس قروض وينقل كثير من الأسر من حالة العواز والفقر لأن تكون هذه الأسرة أسرة منتجة وهذه رؤية حقيقة مستقبلية وإعتقد أنها رؤية ثاقبة للصندوق هناك مشروع الغارمات يقوم الصندوق بالسداد عن بعض النساء الغارمات لأن الغارمين كما تعلم هم أحد مصارف الزكاة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم وبعض الغارمين أيضا الرجال يقوم الصندوق بالدفع عن هؤلاء خاصة إذا كان في السجن يقوم بإخراجه أيضا النساء رقم واحد إذا كانت امرأة غارمة ضمن الضوابط وشروط معينة يقوم الصندوق بالدفع عنها يقوم الصندوق أيضا بترميم بيوت كثير من الأسر الفقيرة والمعوزة يقوم الصندوق بترميم هذه البيوت في الفترة الأخيرة أطلق الصندوق مشروع بناء بيوت ومساكن بالحديث أيضا عن صندوق الزكاة وتعاونه مع مؤسسات الدولة وأيضا مع الجمعيات الإعانة والإغاثة وغيرها من الجمعيات كيف يتم التعاون معهم وكيف يتم التنصيق بينكم سيد الكريم الصندوق أولا قبل أن أتحدث عن تعاونه مع الجهات الأخرى الصندوق له أذرع أذرع الصندوق هي عبارة عن لجان الزكاة المنتشرة في كل أنحاء المملكة يعني يمكن أن يكون في كل منطقة لجنة تسمى لجنة الزكاة هذه اللجنة معتمدة من صندوق الزكاة يعتمدها بإجراءات معينة تشكل هذه اللجنة توطن في مسجد في منطقة معينة أو في مركز معين تسمى مثلا لجنة زكاة جعفر بن أبي طالب لجنة زكاة الصالحين هذه بعض أسماء لجان الزكاة هذه اللجنة تتولى جمع الأموال من المزكين ومحى وصولات رسمية ويكون لها حسابات في البنك وقد تعمل هذه اللجنة ترفض أيضا أناس فقراء في الحية أو المنطقة التي تسكن هي فيها أو تكون موطنة فيها وترتبط هذه اللجنة مع صندوق الزكاة ويقوم الصندوق بمراقبة أعمال اللجنة ودعم أعمال هذه اللجنة لدينا اليوم أكثر من 220 لجنة زكاة موزعة في كل أنحاء المملكة هذه أذرع صندوق الزكاة ثم هناك تعاون بين صندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية الأخرى من خلال تبادل المنافع من خلال تبادل المساعدات من خلال التعاون المستمر من خلال التنسيق أيضا أنه والله عندنا مثلا وزارة التنمية الاجتماعية صندوق المعونة الوطنية هناك ربط إلكتروني بين صندوق الزكاة وصندوق المعونة الوطنية إذا كانت أسرة تتقاضى راتب من صندوق المعونة الوطنية يظهر أن هذه تتقاضى راتب من صندوق المعونة الوطنية وبالتالي لا تأخذ راتبا شهريا من صندوق الزكاة أو إذا كانت تأخذ راتبا شهريا من صندوق الزكاة يستطيع أن يعرف إخواننا في صندوق المعونة الوطنية وبالتالي لا يعطوا راتب إذن هناك تنسيق وعمد مشترك حتى لا يكون ازدواجية يعني أن كل فقير يأخذ من هنا ويأخذها وبالتالي يكون هناك تلسيق متكامل حقيقة وهناك ربط إلكتروني بين كل الجهات التي تقوم بتقديم الرعاية للفقراء والمساكين نعم يعني معليك مستمتعين جدا في هذا اللقاء وأنت يعني للتنوية كنت أحد ضيوف بيت للكل في مصر تشرفت في هذا الأمر معكم نعم أكيد إحنا بدنا منك في نهاية هذا اللقاء كلمة لبيت للكل وأيضا من خلال تجربتك معنا في بيت للكل أولا يعني تحية وسلام لكل الأخوة والأخوات التي شاركوا معكم لكنت معهم في بيت للكل في القاهرة بلد الثاني وأيضا أتمنى التوفيق لهذا البرنامج الذي كان حقيقة شمعة توقد في سماء هذا العالم اليوم في التآلف والتراحم والتكاتف والتواصل بين بلاد العالم الإسلامي الأردن العراق فلسطين مصر يعني هذا البرنامج كان شعل في التواصل والتوافق والتآلف بين أفراد هذه المجتمعات قرب القلوب من بعضها وأنا يعني حقيقة عندما كنت في هذا البرنامج كنت سعيد جدا أن أرى الأخوة الإعلاميين الإعلاميات يعني من فلسطين من مصر من العراق من الأردن وأتمنى النجاح لهذا البرنامج كما أتمنى يعني التوفيق والسداد لكل بلادنا العربية والإسلامية بإذن الله عز وجل أمين أمين كل عام وأنت بألف خير وإن شاء الله شهر خير علينا جميعا وشكرا لك على هذا التطاق وعلى وقت وأنتم جميعا بألف خير وبيت للكل إن شاء الله ويبقى الكل بألف خير بإذن الله عز وجل بإذن الله معليك سنتابع الآن تقرير عن المسجد الحسيني حيث يعد المسجد الحسيني في وسط العاصمة عمان معلما تاريخيا ودينيا بارزا في وهاما أيضا وهو أول مشروع عمراني أقيم في العاصمة سنتابع هذا التقرير معا ونعود لنكمل حلقتنا اليوم من بيت للكل راجعين ها هي العين تعانق هذا المنظر الرهيب يحتضنه قلب العاصمة عمان مآذن تسمو في الأفق بشموخ في هذا الفضاء الرحب تزينها شرفات جميلة تزيدها بهاء وعراق إننا في رحاب أقدم مساجد الأردن المسجد الحسيني الكبير من خلال حركة الناس وأسواق وشوارع تضج بالعابرين في كل اتجاه وسط العاصمة عمان يتناغم حاضر المدينة مع ماضيها وعراقتها من خلال هذا الصرح الإسلامي العريق نصعد بأبصارنا إلى مئذنتين من الحجر الأبيض وبناؤه بالحجر الأبيض يزينه الحجر الوردي في تناسق أشبه ما يكون بالزخرفة وتتميز البوابة الرئيسية بأقواسها النصف دائرية والتي تزينها وتعطيها جمالا شرقيا هي وغيرها من البوابات وبالأخص مع النوافذ الأربع الواسعة على كل من جانبي البوابة وفوق الباب الخارجي الأوسط نشاهد نقشا يؤرق لبناء هذا المسجد حيث يقول النقش إنه أمر ببناء هذا المسجد عبدالله بن أمير المؤمنين الحسين بن علي بن محمد بن عون ابان إمارته على نواحي الأردن عام 1341 هجرية وندخل إلى صحن المسجد حيث ميضأة وهي بركة مضلعة الشكل مغطاة بقبة مضلعة تحملها عشرة أعمدة جميلة جدا حيث يمكن رؤية آيات قرآنية كريمة رسمت بالفسيفساء إلى جانب الأشكال الهندسية والمسجد ذو فناء كبير مزخرف بالنقوش الإسلامية المسجد الحسيني الكبير أصله مسجد عمري الذي هناك عمر الفاروق رضي الله عنه ثم جدد في عهد بني أمية أما البناء الحالي في سنة 1921 ثم كان فيه صار فيه ثرمية فعاد المسجد الملك الحسين رحمه الله فيه 87 ثم رم جدد فيه الطابق العلي بردو في هذا العهد 87 وهذا المسجد كاميرا التراهي المسجد في وسط المدينة عمان مركزي مسجد مركزي سوقي إلى آخر ذلك كان المسجد مئدنة واحدة ثم أضيفت بعد حين مئدنة ثانية وأصبح له مئدنتين يتسع المسجد الحسيني الكبير إلى 1500 مصلي تقريبا بني المسجد الحسيني الكبير على مبنى وطراز مبنى قديم يحتوي المسجد الحسيني الكبير إلى مصلى كبير للرجال وإلى ساحة في الخارج وكذاك إلى سدة عليا يصلي فيها المصليون يوم الجمعة وفيها مصلى للنساء يعتبر المسجد الحسيني الكبير كرمد للمساجد عمان ومسجد المملك هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء وفقرتنا من الأردن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر